شايتك هتاخد قرار قريب ان شاء الله يعني شايتك هتاخد قرار اه بانك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العصفية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها هتاخد قرار ان انت تكون مسيطر ان انت يكون ليك رأيي ليك كلمة انت اللي تتحكم بس مش هتزنم الطرف الكريم. يعني انت في نيتك انك انت اللي تنفف كل حاجة في ايدك لكن من زي المعطيس بلا نخذ. ده تذكيره كانت. انا شايفة عتاب تثير بس ممكن يكون بعض العتاب ده في صلحه. وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضكم دي علاقة زوجية قديمة عن حب. اللي بعضكم كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده. او في علاقة شباسية. يعني هو مرتبط قبل كده. شايفك في حاجات مش فهمها. يا برج الجديد ده بالنسبة لوضع في انت. طرف الثاني بقى الزوج او الزوجة. آآ يعني انا شايفة انت مع طرف متحفز شوية. آآ عنده فعلا شوية همود آآ فيه بتحفز بس الطرف ده تعبين. يعني الطرف ده صعبين متضايق. آآ ممكن للبعض آآ الطرف الثاني يكون متافر او يكون بيفكر في الفطر. او تكونوا من بلاد مختلفة. آآ فيه وضع انتو فضلتوا فيه الوضع ده سدل متعلق للفطرة. آآ آآ او هو بالنسبة للطرف الثاني هو سدل متعلق معك في وضع من الفطرة. لان هو كان نستني منك حاجة وانت ما عملتهاش. يعني كان نستنيك لما تتعمل حاجة انت. او نستني لما تقدم حاجة وانت ما قدمتهاش. والله ده متعلق وانت واقف على فكرة. يعني او هو شايفك كده. دي نظرة الطرف الثاني بالنسبة له. آآ آآ فيه حب. آآ فيه حب. علاقة روحية. فيه متعلق. فيه خسارة. آآ فيه غموط كمان. آآ فيه حب قلبه مكسور. ممكن الثرف الثاني يا برج الجدي يكون حاسس ان هو قلبه مكسور منك. يكون حاسس ان انت خدعته. آآ ممكن تكون الكراءة عكسية. آآ آآ لكن الثرف الثاني هو عايز ياخد كراءة. يعني عايز يحتم المسألة دي. انا بتكلم هنا بالنسبة للمتزوجين. فيه مسألة في علاقاتكم. هو محتاج ان هو يحتمها. ممكن يكون منعزل عنك شوية. ان هو بيفكر. آآ محتاج يفكر بحكمة. آآ او محتاجك انت تفكر آآ يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة. محتاجك تشوفها بشكل تاني. آآ هو شايفك كمان حد كويس. يعني هو بيشوفك حد كويس. بيشوفك حد ناجح. بيشوفك حد ليه مستقبل. آآ بيشوفك حد عملي. او بيشوفك حد ممكن. يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها. انت بتقدر تنجح فيها. عندك طموح. عندك آآ يعني قدرات خاصة بان استحقق ان انت عايزه. آآ كمان بيشوفك لو انت ست من برج الجدي هو بيشوفك متميزة. بيشوفك مستقلة بيشوفك. يعني شايف عندك حاجات كتير مميزات كتير حلوة. وفيه حب كمان. لكن فيه واجعة كتير جدا في العلاقة دي. فيه واجعة كتير فيها. النصيحة بتاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين. آآ يعني ممكن يعني بيقولك هنا انه اظهر مشاعرك. اتكلم مع طرفك تاني. قول اللي في قلبك. قول اللي انت بتحس بي. بليش طول الوقت تصدل آآ مخبي او كاتم او مش عايز او مش عايز تبين. لأ اظهر مشاعرك اتكلم آآ آآ يعني اوصلوا مع بعض الحاجة. في نفس الوقت يعني آآ استعمل الحكمة. يعني مش شرطه عشان تظهر مشاعرك انك آآ يعني تكون متهور او انت تفتكر ان انت كده حد اهود او انت تكترني نفسك. لأ. كل حاجة ممكن تسترد فيها بتعملها مضبوط وتعملها بحكمة. قدم العرض بتاعك او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك آآ بشكل آآ انت تشوفه ان هو يليق بك. آآ ممكن كمان للبعض نصيحة بتاعتك انك تستشير حد. يعني ممكن تتقل حد. او آآ انت في حاجة مش بتظهرها. ممكن انت في حاجة مش بتظهرها يا بورج الجزء. آآ الكروت هنا بتزنصحك انك تظهر عواطس. هنا برضو الكنجو السابس يعني آآ شايفك مقدم كيسك باستفادي يعني ما فيوش اي حاجة. لكن انت عندك هب اظهر العواطس دي باينها كمان هنا انت قاتل على نفسك وقاتل كده على كل حاجة جوا حدنك مش نباين اي حاجة. لأ. اظهر كل حاجة. آآ ثقات اللي موجودة معي في الكراءة. موجود معك الطاقة الترابية. موجود معيك الطاقة المائية. آآ موجود معيك الطاقة الهوائية. والمارية مش كتير قويان. آآ الابراج اللي موجودة. شايفة عبراء. شايفة حمل. آآ شايفة خور. شايفة آآ ايه تاني. آآ شايفة سراثوم. شايفة جوزاء. شايفة خوط. آآ شايفة اسد. دي فاكوت ودي الابراج اللي موجودة معي او في جوزئت اهو هنا تاني في اسد هي دي الابواج اللي موجودة معي يا برج الجزي في الكراءة للمتزوجين ونروح للمنفصلين والمطلقين كراءة المنفصلين والمطلقين هنقيمها آآ تلات مراحل ماضي حاضر مستقبل ونصيحة وهنشوف كمان ايه آآ شعور الترف التاني من ناحيتكو ايه علشان لو حد بيسأل عن رجوع آآ الماضي بالنسبة لك برج الجزي منفصلين ومطلقين هقولك اكثر في الاول في الخطرة دي انا شايفة طاقة الانتصال طاقة انتهاء علاقة بالفعل يعني آآ شايفة بعضكم ممكن يكون لسه بصف على الماضي او لسه نستني رجوع علاقة من الماضي آآ شايفة جرح كبير جدا في القلب وممكن يكون في انفصال او في طرف تالت في الموضوع او يكون الانفصال بثبت كده آآ الاول انا شايفةك انت في الماضي برج الجادي آآ يعني انا شايفة كنت في علاقة تحب قويسة علاقة حب سعيدة آآ فيها سعلا سعلا يعني في الماضي سعلا دخل طرف تالت والقراءة دية التاقة اللي موجودة قدامي يعني ممكن يكون ده عند البعض ومشارة الطرف الثالث يكون آآ حب يعني او شخص تالي يعني ممكن يكون اي اطراف آآ يعني شايفك في الماضي انت عانيت كتير بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي انت عانيت كتير جدا ممكن بعضكم يكون بيتعامل مع شخص متافر او من بلد تانية او آآ او ثقافة تانية غيره يعني في اختلاف بينك وبين الشخص التاني آآ في اختلاف وفي بعض ممكن بعضكم في بعض في المسافة لكن انا شايفة في في العلاقة دي في الانفصال ده صرف ثالث بالقراءة في الطاقة وفي القراءة فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا شايفكم تعبين بتعيني جدا من العلاقة دي ممكن يكون انت يا برج الجزي اللي قررت ان انت تبعد او 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 طعبك ده بسبب ان الثرف التاني قرر فجأة آآ ان هو يبعد آآ وينهي العلاقة دي يعني انا شايفة علاقة زواج آآ منتهية وممكن ما تكونش كانت زواج لكن في عندي هنا كتير زواج آآ في الوقت الحاضر بنسبق لك انت لسه بتفكر في ماضي لسه بعضوكة آآ ممكن يكون في انتصال لكن مفيش آآ صلاق آآ آآ لسه بتفكر آآ برجوع لسه بيعني بتقول انه ممكن آآ يعني يعني عندك الزواج لد يعني انت عندك هنا بنزلك انا شايفات في الاول في وقتنا ده انت متكسف انت في وضع آآ مش شايف حاجة مش قادرت آآ تقدم خطوة ولا تأخر ولا تتصرف ولا تعمل حاجة انت في فضعة الوضع كالحالي انت متكسف ومقيد مش قادر تعمل حاجة كمان شايفك بتدفع عن نفسك ممكن تكون بتدفع عن حياتك ممكن تكون لسه مصمم ان العلاقة وما انتهتش آآ منصمم انك ترجع الصرف الثاني ليك آآ فيه هنا برضو الصرف تالت نفسك موضوع آآ فيه هنا برضو عندك في الوقت الحاضر آآ دي يعني هدم علاقة لزا تور دي هدم علاقة يعني علاقة خلاص هي ينتهت آآ كمان عند بعضكم اللي ينتهت باسلوب مش حلو يعني الطرف التاني او انت وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية الطرف التاني لما نهل علاقة يا برج الجزي كان بطريقة يعني لما ميشي ميشي طريقة مش كويسة هد المعبد علفيت ومشي بشكل مش كويس سابق بالنسبة المنفصلين والمطلقين يعني بعضكم الثرف التاني ده او انت يعني كان مسيطر عليه طاقة آآ طاقة خبيثة طاقة قوية مسيطر عليه شهواته ورغباته آآ يعني ما ضصش لاي حاجة ما عملش حساب اي حاجة كل اللي مسيطر عليه آآ شطانه يعني هو ماشي شطانه بس هو اللي مسيطر عليه وان هو ينهي العلاقة شايفت آآ بعضكم على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما انا شايفت مكتئب منعزل آآ بتبص على خسارة آآ لكن على فكرة انتو عندكم خطوات كويسة في المرخلة اللي جاية ان شاء الله من ناحية العلاقة آآ شايفتك كمان كتير حذر في الوضع في الوقت الحالي اللي احنا فيه لأني ليك رائعة الحاضر كتير حذر كتير بتحافز يعني على نفسك على مشاعرك آآ او تكون بتدافع عن نفسك تكون آآ مستهم بحاجة او حد بي آآ بيلقي عليك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدافع عن نفسك آآ 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 قاتل مشاعرك خالص آآ ممكن يكون بعضكم آآ ديلو ورجوع ورفض يعني رفض الرجوع بالذات العلاقات اللي فيها آآ علاقة ثلاثية انا شايفك هنا قاتل على نفسك خالص آآ شايفة في الوقت الحاضر فيه بلوكات بلوكات بلوكت 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 للثلاث الاخر او رفض الثلاث الاخر لك يا برج الجزء. المستقبل بتاعك هنقول الثقات الموجودة الاول عشان انا دايما بنسى الثقات دمبنك في القراءة وبنسى الثقات. انا شايفة معيك في القراءة دي طاقة اه نارية مائية اه هوائية كمان اه شايفة اه وتربي. كل الثقات موجودة كل الثقات موجودة معيك في القراءة برج الجزء. اه الابراج اللي موجودة شايفة التراثون شايفة الميزان اه شايفة العقرب وشايفة الحمل الصور الجزء الباقة بتاعتك وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج من برج الجزء. اه لو شفت حاجة تانية هقوم. لكن هي دي الابراج اللي انا شايفة حاليا قدامي. والجوزاء. والقوص. دول حاليا. لكن كل الثقات موجودة. اه نروح للمستقبل بتاعك ان شاء الله. انا شايفك يعني انت في عندك علاقة حب. جاية لك. علاقة حب اه اه لكن يعني ممكن تكون تقليدية. او ممكن تكون هترجع العلاقة من الماضي تاني. او تكون انت بالفعل حاليا في عندك علاقة حب. والعلاقة دي هتكمل بس. انا شايفك اه يعني حذر وغامض في العلاقة دي شوية. يعني مش مش مزي الامان قوي او في حاجة مش واضحة بنسبلك هي. علاقة حب هي متبادلة على فكرة لو بتسأل هي متبادلة من الثرافين. لكن انا شايفك انت حذر ممكن دي يكون بسبب اه حاجات انت تعرضت لها في الماضي فانت قررت انك ما تكونش زي الاول تاني. شايفك عندك وموت شايفك حذر شوية في العلاقة وده ممكن يكون من ناحية الثراف التاني اللي معايت. او اللي هيكون معايت في العلاقة. لكن هي علاقة حب متبادلة اه اه شايفة كمان اه يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر اه اه ندوق فكري وعقلي اكتر اه يعني بسبب كل الحاجات ممكن يكون بسبب يعني الفضر هنا عجلة الحظ هنا هتكون في صالحة لو انت تفكيرك كده. يعني انت هتفكر بعقلي جدا اه كتير في المرحلة اللي جاية هتكون منعزل هتكون بتفكر كتير كل امورك اه بالعقل والحكمة هتحكمهم اكتر من العاطفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. اه يعني شايفك ثابت ثابت في الفترة اللي جاية وانت اللي بتكرر وانت اللي بتختار لانا عندك اه يعني حرية وعندك انطلاقة كده في المرحلة اللي جاية اه مش هتكون خايف على حاجة مش هتكون خايف على حد اه يعني بتكترس بعثوية في نفس الوقت مشاعرك انت مخلي بالك منها في الفترة اللي جاية ومحافظ عليها. لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على الماضي. ممكن يكون كمان الاكتر اللي هما اه حصل معاهم غدرة او خداع او موضوع ثلاث تالث او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي مشي ومن غير اسباب او بطريقة مش كويسة يعني هد الدنيا بشكل مش شوية انت شوية هتكون حزين او زعلين على حاجات انت عملتها في دي قدمتها واخترت فيها يعني. اه بعضوكم عندو اخبار حلوة كمان في هتجيلك اخبار حلوة هتجيلك بالسرعة في الفترة اللي جاية. اه فيه كمان عندك امنية وانت متحمس جدا بان انت تنفذها. برج الجزي فيه عندك امنية نفت تحققها. ومتحمس قوي لتحقيقها وان شاء الله الامنية دي موجودة عندك هتتحقق وممكن جيد اللي انت تسمع عنها اخبار في الفترة اللي جاية ان شاء الله. واحتمال كمان لان هي جانب الكارت بتاعك احتمال تكون اه يعني بخصوص حد من الماضي بخصوص شخص من الماضي. اه يرجع. ايه تفكير الطرف التاني اللي انت منفصل عنه. اه فيك يا برج الجزي. اه يعني هنا ممكن يكون شايف ان هو خدعك ان هو زلمك او يكون هو مخدوع او يكون هو مظلوم. اه هو متدمر او شايف ان هو دمرك يعني هو اه يعني جابك عرض عالاخر يعني. اه ممكن يكون جميله بيقنبه وحاسس باااا بحملة سئيل اه فيه تردد كمان من بعضوكم لو بيعني في رجوع اه لكن هو متربز مش قادر ياخد قرار من ناحية رجوع. لا حاليا مش عارف ياخد قرار ان هو يرجع. اه يعني هو خايف ممكن يكون خايف من عتاب. خايف من لوم. اه خايف من تدخل اشخاص يعني في هنا خوف انا شايفة وتعلا شايفة لو هو رجع آآ ممكن يكون بعضكم يعني تحلف او حاجة في عساب قوي هيصل لو الطرف الثاني رجع وهو عارف كده آآ شايفة ممكن يكون بيفكر ان هو يرجع آآ بس الطريقة غير مباشرة بيشتغل على كده على فكرة يعني هو قاعد آآ يدأدأ كده مع نفسه هو شخصي على كده ممكن ان هو آآ يكون يرجع بطريقة غير مباشرة او ان هو ما يعرضش نفسه للآآ للعساب القوي اللي ممكن يتعرض له ده. هو كمان عايز يعرف اخبار عنك. ممكن يكون عايز يعرف اخبار عنك هو آآ يعني شايف ان انت غامض شوية او في حاجات مش واضحة بالنسباله. عايز يفاكد من حاجة. عايز يعرف انت مرتبط ولا مش مرتبط. انت عارف لحد تاني ولا لأ. يعني ممكن يكون هو ده تذكيره لان هو في حاجات هو مش عارفها ومش قادر يعرفها في الوقت الحالي. آآ زي ما قلت انت عندكم في العلاقة في تدخل اشخاص. يعني يعني في علاقات هنا انتهت بالسبب تدخل اشخاص تانية. غيركم في العلاقة. آآ انتهت بمشاكل كتير. الطرف التاني شايف كده شايف كده شايف ان في ناس بتدخل في العلاقة. آآ علاقة حصل فيها مشاكل كتير جدا. آآ لكن فيه تأخير شوية في الرجوع. لان الرجوع فيه قلق وفيه خوف وآآ وفيه حد مجروح جامد وآآ وفيه حد خايف من عتاب وآآ ولوم او تدخل اشخاص ثانين. فاللجوع ميته موجودة لكن فيه قلق شوية من ناحيته. آآ النصيحة بتاعتك بالنسبة للمطلقين ولمنفصلين برج الجد. آآ يعني انت هو بيقولك يعني ان انت تعبان جدا. آآ هو شايف كمان طارو شايف انك فيه امور انت نجدها اكبر من حجمها. هي مش بالمعنى اللي انت شايفه او هي مش بالصورة السيئة او السلبية اللي انت شايفها. آآ حاول تستشفي. آآ تقعد مع نفسك شوية آآ بترجع اخصائك او اخصائق الطرف التاني آآ تفكر في الموضوع بالشكل يعني بس وانت مرتاح. مش وانت مشوش وصعبان او بتفكر في السلبيات او بتفكر في المشاكل اللي خطبتلك لا. اجعد عن كل ده. وفكر بهدوء. بعدها هتلاقي حلول كتير يعني بس هنا بعد ما انت فكرت بهدوء. هنا بيقولك انك آآ فيه عروض كتير حلوة قدامك. فيه عرض كمان. فيه عرض يعني يا رباني من عند ربنا فيه خير هيجي لك ان شاء الله آآ فيه حب حواليك يا برج الجديد. بس انت مش شايفه انت باطس على حاجة معينة. هي اللي انت عايزها او وبعدكم سعلا يكون بيفكر في رجوع للماضي. آآ حاول تتغلب يكون عندك صبر وتتغلب على كل مشاكلك وعلى كل حاجة حصلتلك. وتسيطر على المشاكل والثقات السلبية اللي حواليك. علشان توصل في النهية. يعني الكروب ترتبها بصراحة عجبني جدا. آآ العلاقة كويسة. الحاجة كويسة. انت بتفكر في ارتباط. بتفكر في حب. بتفكر في مجاح علاقة. ده اللي انت هتوصله ان شاء الله. بس بعد ما تسمع النسيحة دي بترتبها كده اللي احنا قلناه. كل ده يجي لك كل ده عندك كمان فيها استقرار هيكون مدي ان شاء الله. آآ عندك استقرار مدي في المرحلة اللي جاية مع العاطسة. ان شاء الله. في حاجات كمان كتير بعد ما تامت كده. في حاجات سيئة كتير جدا انت هتسيبها ورقة. هتسيب موضي سيئ جدا وكان متعد كتير بين البلد. هتنتهي منه سماما وهتروح لحياة دي ده ثانية خالص آآ فيها حب وفيها عطاء متبادل آآ في المرحلة اللي جاية بس تتخلص من الطاقة السلبية. حاول تسيطر على وضعك وعلى مشاكلك وآآ ومتاخدش الامور بالسطوء القوي اللي انت شايفه عليه حاليا. هي مش كده. طروا بيقولك إن الموضوع مش عاملتك. نتنسوش اللايك وشير وصفكيب.